باتت المتغيرات على الساحة العراقية تثير تساؤلات عدة بشأن جدوى إقامة الانتخابات والنتائج التي ستخرج بها حيث يرى مراقبون أنها لن تشكل بادرة إصلاح العملية السياسية فيما يذهب آخرون إلى أكثر من ذلك بالقول أنها ستزيد احتقان الرأي العام العراقي ويبدو أن الانتخابات التي أريد لها أن تمثل استجابة لمطالب الانتفاضة العراقية ستكون بادرة لإثارة احتجاجات ربما أوسع مما شهدته البلاد في تشرين الأول من العام 2019 نتيجة استمرار عدم الثقة من قبل الشارع بخطوات الحكومة في تحقيق اشتراطات الانتفاضة قبل الانتخابات المبكرة الانتخابات المقبلة ستؤجل الصراع في البلاد لكنها لن تنهيه وهو ما يدفع الكتل التي كانت معارضة لإجراء الانتخابات إلى الإصرار عليها في مسعى للحفاظ على أكبر قدر ممكن من وجودها في السلطة واشنطن وطهران فضلا عن قوى إقليمية ودولية أخرى ترغب بإجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء الاضطرابات التي تعيشها البلاد خلال الفترة الحالية لكن عدم اشتراك التيار الصدري في الانتخابات المقبلة يمثل مشكلة كبيرة لأن هذا الأمر يعني وجود كتلة بشرية كبيرة معارضة قادرة على التحرك لعرقلة الانتخابات ويبدو أن القوى السياسية الراغبة بشدة بإجراء الانتخابات ومن بينها رئيس الوزراء تتخوف من اتجاهين في السياق المقاطعة يتمثل الأول بإصرار زعيم التيار الصدري على موقفه ما قد يؤدي إلى دفع أتباع التيار الصدري إلى تصعيد يعرقل إجراء الاقتراع في موعده أما الاتجاه الثاني فيتعلق بالتحركات المستمرة من قبل ناشطين وصحفيين لإقناع المجتمع الدولي بعدم شعية الانتخابات المقبلة فضلا عن أن المضي بها قد يحفز موجة احتجاجات كبيرة بعدها تضع النظام السياسي أمام مأزق كبير